في الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم جعلتك في بطن أمك وغشيت وجهك بغشاء لألا تنفر من الرحيم وجعلت وجهك إلى ظهر أمك لألا تؤذيك رائحة الطعام وجعلت لك متكان عن يمينك ومتكان عن شمالك فأما الذي عن يمينك فالكبت وأما الذي عن شمالك فالطحال وعلمتك القيامة والقعودة في بطن أمك فهل يقدر على ذلك غيري فلما أنت مد مدتك وأوحيت إلى الملك بالأرحوم أن يخرجك فأخرجك على ريشة من جناح لا لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا قدم تسعى فأبعث لك عرقين رقيقين في صدر أمك يجريان لبنا خالصا حارا في الشتاء وباردا في الصيف وألقيت محبتك في قلب أبواك فلا يشبعان حتى تشبع ولا يرقدان حتى ترقان فلما قوية بغراك وشتد أزراك بارستني بالمعاصي في خلواتك ولم تستحب ولم تستحب أمتبتني أجبتك وأل سألتني أعطيتك وألتبت علي قبلتك الله ألعاب الله ألعاب الله ألعاب